عادات النوم الصحية بجانب الراحة التي يحصل عليها جسمنا بعد فترة من النوم الكافي يقوم الجسم بعمليات تجديد كثيرة ومختلفة لذلك يقضي الإنسان ثلث حياته نائماً وفترة النوم تختلف باختلاف العمر من سبعاً إلى تسع ساعات للكبار ومن تسع ساعات فما فوق للفئات العمرية الصغيرة هل تعتقدون أن قضاء ثلث حياتنا في النوم يعتبر كثيراً؟ لكن أثناء النوم يبدأ الجسم بعمليات الصيانة والتجديد ويبدأ الدماغ بفرز المعلومات المهمة عن غير المهمة وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى وأثناء عملية التخزين لا يجب أن تكون تجارب ومعلومات جديدة حتى لا تتداخل هذه المعلومات مع بعضها أثناء النوم يتخلص الدماغ من رواسب البروتينات وقد وجد العلماء مثل هذه التراكمات البروتينية موجودة في أدمغة المصابين بالأمراض العصابية مثل الزهايمر والشلل الرعاش باركنسون بالمناسبة يؤثر النوم على قوة جهازنا المناعي وأثناء النوم تستعد الخلايا المناعية لليوم التالي وتتبادل المعلومات عن الفيروسات الدخيلة لتشكل بذلك الذاكرة المناعية وخلال الليل وأثناء النوم الكافي يزيد نمو الخلايا وإصلاحها وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون بشكل كاف أقل عردة لخطر الإصابة بأمراض مثل السكر السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والقصط الكافي من النوم يؤثر على عملية الأيدي وبالتالي يصبح لدى الجسم طاقة كافية لعمليات الحرق لذا من الضروري أن نأخذ قصطنا من النوم ضمن المعدل الطبيعي بدون زيادة أو نقصان لأن قلة النوم تؤثر على المزاج والقدرة على التركيز في أداء المهام اليومية وتزيد من الاكتئاب وفي المقابل فإن الإفراط في النوم يزيد من الشعور بالخمول والكسل الدائم وكي تستمتع بنوم صحي ومريح احرص على النوم بوقت محدد يوميا وبانتظام اذهب إلى السرير فور شعورك بالنعاس مارس تمارين الاسترخاء قبل النوم تجنب الإضاءة الصاطعة قبل النوم ابتعد عن تناول المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية احرص على عدم تناول الوجبات السريعة والمأكولات الدسمة قبل النوم بساعتين على الأقل حاول التقليل من التفكير والتوتر قبل النوم تذكر دائماً أن النوم الكافي يعني حياة صحية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر